السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت ولمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كلها جديد البعض يتابع القناة لكن لا تنسى الاشتراك بالقناة تأكد أن تضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن أجزاء الجسم وأيضاً أجزاء الجسم في الجزء الأول من الفيديو في الجزء الثاني من الفيديو نتعلم كيف استخدم كلمة body في اللغة الإنجليزية وكيف يتحدث عن الجسم في اللغة الإنجليزية بشكل مفصل تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات القيمة والمفيدة في اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة إذن نتحدث بالأول عن part of the body part يعني أجزاء نعرف part أيضاً أقسام of the body إذن أجزاء الجسم فاس نك جيست هارت ستمك قم شولدر هند ني لج فوت باك هيد Face وجه Neck عنق Chest صدر Heart قلب يالآر حاول ما ألفظها Stomach معده أو بطن Arm ذرا Shoulder كتف Hand يد Knee ركبة اللاحظ K الكي لا تلفظ لا نقول كني إذن دائما إذا كان عدنا K بعدين N الكي لا يلفظ مثل عندنا كلمة No Knife وعكد من الكلمات إذن عندما نشاهد K بعدين N الكي لا يلفظ Knee ركبة Leg رجل أو ساق Foot Foot قدم Back ظهر Head رأس إذن دائما نحاول أحفظ هذه الكلمات بشكل بصم كتابة ولفظا نحاول نلفظهم بشكل سريع Face Neck Chest Heart Stomach Arm Shoulder Hand Knee Leg Foot Back Head المجموعة الثانية بيكون عدنا Parts of Face إذن إجزاء الوجه Face إذن وجه لدينا هذه الكلمات متعلقة بالوجه إذن Parts of Face Hair Eye Nose Nostril Teeth Touth Lip Joe Chin Cheek Mouth Ear Tongue Eye Brow Fore Head Hair شعر Eye عين نلفظها كما نلفظ الضمير Eye إذن نفس اللفظ Eye أنا Eye عيون لكن يختلف عندنا لكن يختلف عندنا Spilling إذن التهجية Nose أنف Nostril طبعا من خير إذن فتحات الأنف Nostrils إذن فتحات الأنف Teeth أسنان Tooth Sin إذن tooth سن واحد الجمع Teeth لا نضع Tooth نضع S هذا خطأ Lip شفة Joe Fick Chin ذقن إذن تحت الفم ذقن Cheek Head Two cheeks إذن خدين Mouth Fem Ear Ozone Tongue Lisان Eye Brow حاجب Forehead جبهة إذن جبهة الرأس إذن هذه الكلمات متعلقة بالوجه نلفظها مرة ثانية Hair Eye Nose Nostril Teeth Tooth Lip Joe Chin Cheek Mouth Ear Tongue Eye Brow Forehead بالجزء الثالث من الفيديو نتعلم كيف نستخدم كلمة Buddy واجزاء الجسم في تراكيب وجمل مفيدة استخدمها في اللغة الإنجليزية Human Body نعرف Buddy جسم Human إنسان أو بشر Human Body جسم بشري أو جسم الإنسان طبعا نعرف هناك كلمة دائما يمر معنا مثل عندنا Somebody Nobody وهكذا إذن Somebody شخص ما Nobody لا أحد إذن نعرف Body جسم A female Body جسم أنثى A male Body جسم مذكر أو ذكري Parts of the body إذن اجزاء الجسم A human Body A female Body A male Body Parts of the body Her whole Body was trembling إذن لاحظ كان كامل جسمها مرتعش Trumbling بمعنى مرتعش أو يرتعش ممكن نقول His whole body إذن جميع جسمه كان يرتعش نستخدم حالة المضارع نقول Is بدل Was نستخدم Is تصبح Her whole body is Trumbling The main part of the body يعني الجزء الرئيسي للجسم أو من الجسم The main part of the body نحفظ كلمة من رئيسي أو رئيس أو أساسي أيضا Body يمكن استخدمها كصفة عندنا Weight وزن Temperature حرارة Size مقاس Heat حرارة أو سخونة طبعا Temperature Temperature درج حرارة Size مقاس Heat سخونة وحرارة Fat دهون tissues أنسجة مثلا نقول Body Weight يعني وزن الجسم Body Weight Body Temperature Body Size مقاس الجسم Body Size إذن Body جاءت صفة تصف الاسم أو تصف هذه الأسماء Body Heat حرارة أو سخونة الجسم Body Heat Body Fat دهون الجسم Body Fat نعرف أيضا Fat سمين بيكون opposite بيكون عكسها Thin نحيف Fat سمين Thin نحيف أو ضعيف Tissues أنسجة Body Tissues أنسجة الجسم نقرأ بشكل سريع Body Weight Body Temperature Body Size Body Heat Body Fat Body Tissues He had injuries to his head and body نلاحظ هذا ما لك نعرف أيضا تعرض injuries نعرف injury إصابة injuries إصابات له his head لرأسه وجسمه يعني تعرض الإصابات لرأسه وجسمه نريد أن نقول تعرضت بدل هي نستخدم she بدل his نستخدم her أيضا ممكن تعرض they أيضا نستخدم their على حسب الفاعل استبدل الضمير بحالة الملكية مثلا تعرضنا نحن we had تصبح our heads يجب أن نضع S أيضا there يجب أن يكون S وbody يكون عندنا S يعني our heads and bodies لأنه عندنا مجموعة أيضا there heads and bodies وهكذا the body of جسم a dead person شخص ميت أو متوفي أو the body of a dead animal جسم حيوان ميت إذن نحفظ dead ميت من كلمة die die يموت dead ميت he had injuries to his head and body the body of a dead person or a dead animal she has a large body but thin legs يعني لديها جسم كبير لاحظ a large body الصفة قبل الموصوف لا نقول body large a large body but لكن thin legs أرجل نحيفة أو سيقان نحيفة أيضا thin صفة تأتي قبل الموصوف لا نقول legs thin إذن نستخدم thin legs أيضا ننتبه لا نقول thin هذه thin بيكون عندنا e لكن إذا كان عندنا i ننفضها thin بالث thin thin she has a large body but thin legs he has big eyes but a small mouth لديه عيون كبيرة لكن فم صغير إذن لاحظ big eyes a small mouth بهذا الشكل أنهي ندرسنا لهذا اليوم تكلنا فيه عن parts of the body أجزاء الجسم parts of face أيضا أجزاء الوجه في القسم الأول والثامن الفيديو في القسم الأخير أخذنا بعض العبارات الجمل والتراكيب التي يمكن استخدمها لتحدث عن جسم الإنسان بشكل عام بالتالي أستطيع أن أتحدث وأكتب عن جسم الإنسان بشكل سهل من المهم جدا معرفة هذه الكلمات وكما قلنا حفظها كتابة ومعرفة لفظها واستخدامها باللغة الإنجليزية بهذا الشكل النهائينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته